وهو مفهوم الاحتياج كتير من الناس بتفهم ان الاحتياج عند البناء ادم معناه النقص واقصد بده عشان الناس تبقى واضح لها المفهوم اللي بيستخدموه تحت عنوان النيد يعني الاحتياج استخدام الاحتياج بمفهوم انه هو نقص بيعمل فتن كتير للناس وبيعمل تهديدات كتير للناس واحدة يقول لي هو الاحتياج مش نقص لا لا انت عشان تفهم ان الاحتياج نقص لازم تسمع قوله وتعالى ولقد كرمنا بني ادم خليني اقولك حاجة مهمة جدا جدا الانسان ما كانش هيتخلق مخلوق تاني وبعدين بقى بنا ادم الانسان اتخلق بنا ادم وهو كامل الخلق في كونه ادميا فهو كامل الخلق باعتباره بنا ادم ولذلك الله سبحانه وتعالى خلقه في احسن تقويم فما ينفعش بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم تقول ان الاحتياج نقص يعني ايه الاحتياج نقص ازاي الاحتياج عيب نقص واحنا بنسمع قوله وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وكرمنا فيها معنيين كرمنا جاية من التكريم والكرامة وكرمنا جاية من الكرم فالانسان مخلوق بكرم الله غمس الانسان في الكرم يعني ايه غمس الانسان في الكرم يعني الانسان ببساطة ما ينفعش نتصور ان الله لما خلق الانسان وكتب له الرزق بغير ان يدفع ثمنا ان الله سبحانه وتعالى هيأتي في خلقتي وينقص شوية لان الله خزائنه ملقى سحاء الليلة والنهار فربنا في خلق الانسان حشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة لم يبخل على خلق الانسان فأعطاه أمال يعني ايه الحاجات اللي بنجدها في نفسنا كده ونحس بفراغ ونحس ان احنا محتاجين ان احنا نملى الفراغ ده سواء بقى احتياج عاطفي او احتياج لأكل وشرب او احتياج لأنس او احتياج لقيم او احتياج لأشياء كثيرة في حياتنا لغاية ما ييجي مظلو ويعمل عهرم الاحتياجات بتاعه ويتكلم عن الاحتياجات الفيسيولوجية والاحتياج الى الامان والاستقرار والاحتياج كمان السيسيولوجي الاحتياج المجتمعي والاجتماعي ثم الاحتياج الى تقدير ثم الاحتياج الى تحقيق الذات احتياجات الاحتياجات يا سي دي صفات في البناء آدم مش نقص عشان كل ما بنتعامل مع الاحتياج على انه نقص بيحصل ايه بيحصل ان حد يطلع علينا ويبتز هذا الاحتياج يبتزين بهذا الاحتياج طب يعني ايه الاحتياج جاي عشان يحفزنا للعمل الاحتياج جاي يحفزنا للعلاقات الاحتياج جاي يحفزنا عشان نخرج احسن ما فينا بس اكيد الاحتياج مش جاي عشان احنا تخلقنا ببخل احنا تخلقنا بكرم امال يعني ايه ان الانسان عايز يترقى مين انا لان الترقى دايما لازم يجي من النقص يعني ايه يعني احنا سي الملائكة مصحيح احنا في الخلق الانساني في الخلق الانساني مخلوق على أحسن صورة طب والاحتياج اللي فينا إن أنا محتاج غيري إن أنا محتاج من أول ما بتولد محتاج إلى الرضاع من أمي محتاج إلى سدر وإحتاج إلى تربية أمي دي صفة فيها والصفة دي مش هتتشال مني ليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فاحتياجاتنا مش هتنتهي وإحنا مش هنبقى في لحظة من اللحظات مش محتاجين هنفضل طول حياتنا محتاجين حتى لما هندخل الجنة هنبقى شد احتياجا إلى فضل الله